السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم بنزل البرنامج الاردوينو IDE البرنامج الذي نبرمج فيه برامج الاردوينو بنكتب برنامج او 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 حتى بالعربي يمكن يطلع يطلع لك تقريبا اول نتيجة بحث ثاني نتيجة بحث ما فيه مشكلة تضغط عليه اردوينو IDE لا تنسى فهنا في عندك عدة خيارات تأكد انك حاط على اليش السوفتوير بعد ما تضغط على السوفتوير في الاخر هما سووا تحديث للاردوينو IDE انا ما اعجبني حقيقة لكن يعني من اجلكم انا ما بحمل النسخة الاخيرة عشان ارضى عليكم كيفية اذا حبيت تحمل نسخ قديمة ممكن تأتي الى هنا يعني اوين إذا جيت على هنا في قصب previous releases قبل الاخير بشوي وتفتح كده بتشوف ان هنا عندك نسخ القديم اللي هي 1.061.8x الى آخرة للوندوز الماك واللينكس والسورس في القتاب اللي حاط او ممكن انك تأتي الى هنا شوف اعلى الصفحة في هنا عندك ويندوز 10 او الاحدث 64 bits هؤلاء الثلاثة لو تحملهم مشغالي هذا كزيب فايل تشغله من المجلد وهذا كتنصيب ننزل التنصيب بدون اي مشاكل اذا عندك فلوس وحب تدعمهم او ممكن تدعمهم من هنا او تكتب لهم فقط حمل او نزل البرنامج هو الان بيتنزل عندي في سطح المكتب ما اعتقد بياخذ وقت طويل هو الان خلص التنصيب انا على طول ممكن افتحه من هنا او حتى مش من هنا هنا من سطح المكتب على طول ببدأ عملية التنصيب تفتح البرنامج عادي اه تمام تقريبا كله بس سوي نيكس هو بيمشي معك ما في اي شيء ممكن اعطل عليك البرنامج بيتنصب انا عندي البرنامج القديم منصب ايضا باعرض عليكم الاثنين عشان بس تشوفوا الفرق بعد ما يتنزل او يتنصب فهنا خلص يتنصب مو مشكلة خليه يفتح البرنامج على طول نشوفه فالبرنامج الان بيشتغل الصحة ذيك لاني ما بعدت فتح البرنامج تلقائيا اذا بعدت ما بيصير شيء بس انه ما بيفتحت القاين فهذا البرنامج الجديد في هنا اشياء لو تلاحظه بهذا الشكل بنجي له الابعد شوي كله هذا البرنامج الجديد باختصار هنا فيه تحتيثات انا لست مهتم فتشوف البرنامج بهذا الشكل في عندك دالتين دائما في الاردوينو بالذات عندك دالة اسمها void setup اللي هي تحط الاشياء البداية الانشياء البداية الاشياء البداية للمتغيرات او ما شابها او البداية وبعدين عندك اللوب اللي بيتكرر فيها الكود مثلا لما عندك اي برنامج هو طبعا بيظل يعيد العملية بداخل نفسه تكرارا يعني على طول فاللوب هنا بنكتب هذه الاكواد بداخل هذا الشيء فباختصار شديد البرنامج القديم كان يبدو بهذا الشكل اللي انا افضله شخصيا كان يعني بهذا الشكل اه شوف انه كان اسهل و من نوعية الاسخدام يعني فاللي حاب ينصب هذا البرنامج زي ما وريتكم من البرنامج واللي حاب ينصب هذا الجديد من هناك الان عشان نبرمج الاردوينو ايش ممكن نسويه كل اللي علينا نأخذ هذا الفيش اه ممكن حتى افصل هاي اول ما تشبك الفيش بتلاحظ انه الليد بتولى على اساس انه اشتغل ممكن اه تختار البورد الان انت اول ما تحط هذا سيليكت بورد بيارض عليك ايش البوردات المتصلة كوم 3 كوم 2 عندك ممكن يكون كوم 4 خمسة ستة مش مهم المهم انه يكون في عندك هنا جهاز متصل تضغط عليه اه بعد ما تضغط عليه هو بيكلمك ايش نوع الشريحة او البوردة لازم تأكد عليه ان البوردة اونو لانه اذا هي مو اونو وهنا اونو بتلاحظ مكتوبة اه لانه في كل بوردة البوردة مبرمجة مقدما في الاردوينو وفي المكاتب الموجودة بداخله على حسب البوردات الموجودة في الشريحة لازم تختار الشريحة الصحيحة انا اخترت الان اونو اوكي في الان هو توصل بهذا الشريحة لو سورا او اولا حتى لو اعمل صح ما في داعي تكون تعمل صح دائما بس تتأكد ان الكود صحيح وما فيه اي مشكلة كلمك الكود ممتاز وشغال سوي انه خلاص حط لي الكود هذا بداخل هذا الاردوينو بتلاحظ ان الاردوينو كذا الان تنصب فيه البرنامج وبيكلمك انه خلاص يتنصب وما فيه اي شي بيشتغل في الاردوينو فيه بن داخلي اعفوا فيه لد داخلية لمبة داخلية بكتب كود على السري مو بكتب كود فيه امثلة جهاز اصلا في الاردوينو انه يشغل اللمبة ويطفيها كل مئات ثانية او كل مئاتين ثانية مش عارف لو جينا هنا عند الفايل انتو لا تتوعاكوا الان او تشوفوا اي شي فقط استمتع وكذا شوفوا تمام تمام وتأقلة مو بس مع الوضع فهنا عندك بايسيكس هنا في حاجة اسمها بلينك مو لازم تعرف حتى كل هذه الامثلة ما في حد يعني في العادة يعرفهم كلهم تكون كل ما تجرب او تستخدم احدهم يعني بتعرفها هنا البلينك البلينك معناه كذا غمزاني فبيفتعلك هنا كود بسيط بنيشرحه برضه بالفيديو القادم ايش هو هذا خلينا اسكر هذا دوت سيف ما بدي احفظه فهذا كود بسيط انه يشغل اللمبة كل ثانية ويطفيها ثانية يشغلها ثانية ويطفيها ثانية ممكن حتى بنشوفه من الكاميرا اللي هنا في الاعلى اول ما اسوي هنا او بقرأ الكود باختصار شديد هنا في السطر الاول في عندك بن مود يعني يكلموا ان البن لازم تكون اوتبوت مش انبوت لان الليث دائما هي اوتبوت لانها هي بتاخد طاقة ما بتعطي طاقة لماكرو كنترولر عندك هنا برضو بيكلموا ما دم هي اوتبوت اوتبوت عفوا خلاص اكتب لها ديجيتال رايت يعني اكتب لها قيمة ديجيتالية يعني كذا رقمية هاي هو الديجيتال يا صفر يا واحد يعني يا صفر يا خمسة بوض في الواحد هنا الهاي هي على اساس انه بيعطيها قيمة واحد وبيعطيها واحد مادم هي واحد الليد بيلت هو لازم احنا نعرف اصلا متغير اللمبا لكن زي ما اكلمتكم لما اخترنا الاردوينو اونو هو عرف بداخله يعني ان الليد بيلت ان هي عبارة عن المتغير رقم 13 او الليد 13 برضو في ملاحظة بسيطة عشان توصل في الدورة هذه تقريبا لازم يكون عندك شوية قدرات من البرمجة الكهرباء ممكن ناحية لا سوية لكن في البرمجة لازم لك من اي لغة مو مهم بس لازم لك شوي من البرمجة فهنا عندي الليد بيلتين هو متغير معرف من قبل شوف حتى اول ما حطيت الماوس عليك لابنينها 13 هناك لو تلاحظ لانه هنا في البي سي بي الليد رقم 13 موصلة او عفوا اللمبا موصلة بالليد باللد باللد 13 فالمهم يكلموا اكتبها هاي واحد بعدين توقف ثانية بعدين اكتبها صفر يعني طفيها وهكذا انا بمجرد اني احط كذا على الكود ابلود ابلود بيتحمد خلص يتحمد فلو تلاحظ هنا في الكاميرا بتلاحظ انه هذه اللمبة بتشتغل ثانية وتلطفئ ثانية صح؟ وهذا هو اسهل برنامج ممكن انت تكتبوه في المايكرو كنترولرز اللي هو يسمى في العادة انك تشغل ليد لمدة ثانية او طفية ثانية او نص ثانية او انا ممكن اخليه شوف خمسين ملي ثانية عشان يكون بس سريع ونستمتع بالعرض بمجرد ان يسويرها تشوف اللمبة هذي كم تاخذ ثانية خمسين ملي ثانية كذا بتولى وتتطفئ بسرعا فهذا مثل بسيط لا تأخذوا ببالكم لسا بنمشوا بنعدي ونفصل بعض الاشياء في الفيديوهات القادمة فان شاء الله حاولتكم تطبقوا كل فيديو لانه بدون التطبيق هذه الاشياء ما لا اي قيمة ابتال حفظ في رؤوسكم يومكم طيب اشتركوا في القناة